أول فستان رسمته بعمر الأربع سنوات وأول فستان نفذته في عمر الست سنوات مش أنا أكيد مش أنت لا أكيد أنا أكيد وأكيد مش كلام افتراضي مشاهدين أنه كلام واقعي جدا وهو لضيفنا المصمم اللبناني نجا سعادة الحديث مع نجا سعادة لا يقتصر فقط على تصاميمه ومشاركته في عروض الأزياء العالمية والمهرجانات فخلف كل هذه النجاحات والتمييز قصة تحمل في طياطها معنا مفاده أن الهروب من موهبة دفينة أمر مستحيل نجا سعادة صباح الخير صباح الخير عهد صباح الخير سارة سعى السباح أكون نوردنا شكرا لكم يعني بعد هالمقدمة وهذه القصة الشيقة الجميع يعني متشوقون أنه نعرف شو يعني السر وراء هذه القصة لكن قبل ذلك نتحدث الآن عن زيارتك الكثيرة إلى هنا إلى قطر واطلاعك على السوق القطري سوق الأزياء حدثنا قليلا عن هذه الزيارات لماذا أنت هنا أنا دائما موجود بقطر بزيارات كثيرة لأنه المرأة الكطرية كثير بتحب تصاميم نجاس عادة ودايما منحب أنه خليها تطلع على شو عنا شي جديد من ناحية الكولكشنز إن كان الجاهزة الكولكشنز رادي توير أو فساطين الكوتور كمانا للأعراس ولفساطين الصهرة فدايما بيحبوا أنه يطلعوا بيحبوا يشوفوا كل شي جديد وهيدا الشيء كسيرفوس عنا كتير موجود أنه يكون موجود هون شخصيا لحتى خليهم يطلعوا أكتر وساعدهم لينقوا لمناسباتهم الفساطين المناسبة بالألفان وعشرين فتتحت أسبوع الموضة بمجموعة كان قسمة The Spirit of the Time وبالألفان اثنان وعشرين كانت مجموعتك The Dancing Spirit شو القسم على الستبرت يعني تعمدت كأنه أنه تحط الروح بالمكان شو بدي يقول نجا وهو عم بيحط الستبرت هون وهون لما بدي أجي أحكي عن سول أو سبرت بيجي بيحكي عن سبرت تبع المرأة عامة لأنه بالنسبة لإلي روح العصر اليوم هي المرأة اللي هي بتلعب كتير دور كتير كبير بالمجتمع وبتلعب عدة إشياء وين ما تكون بتكون ناشحة فهون أنا بالنسبة لإلي الإلهام الأول لإلي بكل مجموعه المرأة كلمير هيك بيحكي عن سول طبع المرأة لقدر هي تغير كتير إشياء من خلال الكرشي بتلعبه بدور بهالمجتمع ومن خلال مناسبتها وإطلالتها يلي أنا بكون عم سهم فيها لحتى خليها دايما تكون الأجمل يعني بتحاول دايما أنه تدخل ربما إلى صميم المرأة إلى روحها إلى إبراز جمالها صعب لكن أنت تعامل مع المرأة نعرف التعامل مع المرأة قداش صعب تعرفي مش صعب بقدر ما هو أنك تكون أنت تفهمي شو بده وشو المناسب لإله وهون أنا كمصمم أزياء شطارت أنه أعطيها الفستان الملائم للمناسبة طبعا وبينها الأجمل يعني اليوم كل إمرأة إلا مفتاحة مثل ما بيقولوا إلى طريقة أنه إقنعها وإلا شو بي نسبها من ألوان من قصات من كل شي جديد أن نضيف عليها الشي اللي هي يعني جد بدأت تحس حالة مميزة فالحمد لله يعني دايما بيكون كل مسيرة لفستان بيشتغلوا لكل إمرأة بيكون ناجح لأنه بيخد أصداء لأنه شخصيا عم بتعيمن معه وبعطيها الفستان المنسب لكل منسبة كل مرأة عندها زوء شي مرأة العربية غير شي بنحب أحنا الأناقة بنحب الفخامة بنحب التفاصيل الفستان يمكن في ناس ما تفهم ولكن الفستان أو القطع اللي بنرتديه بتعطينا شخصياتنا بوقات أنا برسم الشخصية اللي أنا حابة طل فيها إذا كانت الجادة إذا كانت الحالمة إذا كانت الأنيقة إذا كانت فلاسكية عن طريق القطع اللي نبستها بتكمل اللوك ناجح هو بتعاطى مع المرأة العربية المتطلبة وهو متطلب كمان صحيح يتطلبين قصاد بعض كيف بنوصل للأرضية اللي بتسعد الاثنين توصل للأرضية لما أنا أولاً بكون بكل مجموعة أشع أي أمرأة بدي أحكي بكل مجموعة بأشع الأمرأة اللي بديها المرأة القوية المرأة اللي هي العاملة المرأة الحنونة يعني بحاول أنه إجمع كل متطلبات الأمرأة بكل مجموعة بترحب كانوا عم برسم شخصية كانوا عم برسم شخصية وهون أنا يلي بيساعدني كتير أنه أتاعد مع كل أمرأة بدي أعطيها شخصيتها بالفستان والتصميم الملائم يلي أنا عم صممه فهيدا الشيء كتير بيساعدها وبيساعدني لإليه يعني بدي أخليها شخصيتها بس بدي أبرز لجميلة يعني ما فيه يغير لشخصيتها بمعنى إذا هي شخص جد شخص بحياتها اليومية عندها مواقف ما فيه أعملها شخص كتير مريح يعني بدي أظهر شخصيتها لحتى تضل عالم تعرفها بس بالوقت نفسه بدي جميلها الشخصية بيتاتش نجاس عادة من خلال القصات الجديدة من خلال الترنتس اللي بيكونوا موجودين بكل مجموعة فتوصلوا لحل وسط نوصل لحل وسط دايما فيه حل وسط لأن الفستان فيه تفاصيل كتير من ناحية اللون القصات التطريز القمش الألوان كتير 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 تفاصيل هيدا الشي بيخلي يخليها تشوف القشة بطريقة أهوان لما كمان فرجها سامبلز نقمش التطريز التفاصيل بيقول لا أنا بشوفك بهالطريقة بقدر أنا بالنسبة لي رح تكون فيه امباكت أكبر إذا بتظهري بهيدا الفستان فهيدا الشي كتير بيساعد يعني اليوم أنا خاصة بشتغل على مثل ما بقوله علم النفس طبع الأمرأة حتى أكتر يكون عم بقناعة بالشي المنائم يلي عن جد بديه بيكون الأجمل مش لأنه أنا بيكون بدي هيدا الفستان بي لا بدي أعطيها الأجمل بيكون كل همة إنه هي تبين الأجمل طيب نجا كمان يعني أنت قمت بتصميم الفستين وغيرها لمشاهير من العالم العربي وأيضا خارج العالم العربي طريقة التعامل مع المشاهير مع فنانات يمكن كذلك تحدي بالنسبة لك لأنه يعني الشخص المعروف في كل مرة يريد أن يظهر بشكل أفضل بشكل مختلف هل هذا تحدي بالنسبة لك وكيف تتعامل معه هو تحدي كتير كبير لأنه كل شخص معروف ما بيتعامل مع مصمم أزيق واحد يتعامل مع عدة مصممين أزيق تحدي لقلي شو هو الشيء الجديد بدي أعطيه إياه كنجاس عادة هذا تحدي كتير كبير فهون أنا بدي أتكل على معرفتي وخبرتي بهيدا الفيلدير وتصميم وتنفيذ الأزيق لحتى أعطيها الأصة المناسبة لحتى خليها هي تحس حالة مميزة وأخدي شي جديد مع النجاس عادة لأنه حتى كمان عم نفوت من ناحية التصميم من ناحية الأكسيسوريز من ناحية البالت بالفستان من ناحية يمكن الشعر والميك أب يدوكا بيلعب كتير دور لحتى يكمل اللوك الكامل فهيدا الشي كتير بيطمئن وبيخلي أنه عن جد أخذ فستان من هالبراند أو من عندنا جسعات ميز لإليه بسأكيد ما في شي هاين أنه اليوم تعامل مع السيليبريتي زمنوا كمان هاين لأنه السيليبريتس كما هنه أشخاص بغيروا رأيهم كتير فهون أنا علي أني ضل أنه أنا عم بعطيك التصميم لهذه المناسبة غير تصميم بد يكونوا لغير مناسبة لحتى نقدر يكون في فكرة واضحة بالفستان ما فينا نحط كل الأفكار بالفستان واحد وبدأ درجة عالية من المرونة كمان وهالمرونة اتخذنا من الشغل مع المرأة العربية والمرأة الغربية أو الغير عربية نفذ التصميم للممثلة الكندية ساني ليون وللمرأة اللي أنا أنا بشوفها الأجمل على كوكبنا بهالوقت ما لقى جابري هالفكرة أنه أنا عم صمم في فستان لمرأة جميلة جدا ولمرأة غربية وبالتالي ليست ربما الزوق الغربي أكثر بساطة لا يميلي للتطريز كتير احنا بنحب التطريز أكتر في مدرسة مختلفة كيف عم تقدر يكون نجس عادي هو نجس عادي بهويته ولكن يطوع حاله لا يلبي كلها الأزواء اللي بختلفة هيدا الشي بيصير لما مكون عم نعمل مجموعة المجموعة مكون عم نصممها أنا بدي حط كل الأزواء فيها بما معنى بديكون في التصاميم اللي فيها التطريز اللي بيعبر عن هوية نجس عادي بطريقة أنه تشبه نجس عادي مش تشبه مستمم أزيق تاني متل ما تعودوا عليها كل أمرأة متما تعودين بالوقت نفسه يكون في تصاميم سيمبل شغلين على القماش شغلين على القصات هو القماش لوحده بيكون إله قيمة معينة كتير كبيرة وبالوقت نفسه منكون عم نشتغل به يمكن أكسسوري معين بالفستان متل ما اشتغلنا بالفستان ساني وفستان ملاغة كمان كان مختلف كل نيع فستان ساني لأنه كل شخصية بتختلف عن التاني كانت منه صح كلهم اتنايتهم بيختلفوا صح والمقاييس بتختلف والصحيح أنه فاد مناسبة اللي هي كان في المفاستيفي هي كتير كبيرة إنما كل شخصية كان عندها دور تلعبوا على الريد كاربت صحيح اتنايتهم موجودين إنها مصاني كانت موجودة لإطلاق الفيلم تبعها بيكان في المفاستيفل وكانت أول مرة بتشارك بيكان في المفاستيفل لتلاحظي تفخر كتير كبير لإله هي وأنا حبيت رفاقة بهيدا المشوار لحتى أعطيها التصميم المناسب لإله ويلي هو أخذ كتير أصداء بالميديا عالميا واعتبرت إنه هي من التصميم الايكونيك يلي كان لإله وكان على الريد كاربت بيكان لها السنة كمان بمهرجان كان غير التركيز على الأفلام على منافسة بالأفلام هناك منافسة بالأزياء منافسة بالأزياء منافسة بين السيليبراتيز منافسة بين مصميمين الأزياء يعني منافسة كتير حلوة وخبرة كتير حلوة بالوقت نفسه بصير أنت بحالة انتظار كيف بدأت طل بأيا لك بأيا فستان وكيف رح يكون الشعب الميك أقول أنه اليوم أنت مانك موجودة معه في كتير إشي ما بتقدر تعمليلها على الأرض كنترول مثل ما بيقوله فهيدا الشي بصير في حالة انتظار عن كل مصميم الأزياء كيف رح تطل هالسيليبراتي اللي بسرنا عندها وسكاكين إذا بدأ أو إذا فينا نقوس كاكين نقاد الأزياء بتكون مسنونة على الحامة قبل مناسبات مثل مهرجان كان أو المهرجانات الكبيرة أو الميتقالة بنشوف أنه دائما هالمهرجانات الكبيرة لأنه هي بتكون مهرجان فني بس فيه مهرجان أزياء فيه مهرجان موضة فيه مهرجان بيعطي الموسم اللي بعده على أي اتجاه رايح خاصة للمهتمين بعلم الموضة بياخدوا ألوان بياخدوا أفكار بياخدوا بعد أسبوع من هالفعاليات الكبيرة بنشوف كل هالتصاميم موجودة صارت بالسوق بنسخ أخرى وبيتم انتقادها والحديث عنها فبتخيل أن حجم الضغط قد يكون قبل هايك مناسبات صح لأنه مناسبة كتير كبيرة وكل الإعلام بيكون موجه على هالمناسبة وعلى تغطية الزيق والفساتين وبينحكي على يوم متل ما نقال بيكون في نقد من كل الجهات على الفاساتين يعني بالفعل ما شاء الله تصاميم كل قطعة يمكن مرأت معنا اليوم بالفعل تصاميم مميزة جدا ورائعة أنا بشوفها شكرا خلينا شوي نتحدث عن نجا عن تفاصيل بدأ نرجع فيها شوي لورا للطفولة في طفل بعمر أربع سنوات بيصمم وبعمر الست سنوات بنفذ تصاميمه نجا سعادة هيدا الموهب من عند ربنا يعني بالأول أنه نوجدت هالموهب من أنا وصغير وبينت كتير بكير أنه بلاش تقلصم فاساتين بعمر الأربع سنين وكان أول فستان خيطه للدمة للألعاب لإخوتي بعمر الست سنين بعدك تذكر هيدا التفاصيل بعدك تذكر بعدك تذكر بعدك موجودين الرسمات بهالعمر أنك تخيط تصميم بتعرفي كنت دايما جمع عقميش كل شيء كان يطلع عقميش أكسيسوريز موجود جمعهم وضبهم لحتى أرجع أنا أعمل فستان ولما جمعت كمية معينة قدرت أن أعمل فستان فهالموهبة نوجد يتبكير وأهلي صاروا يلاحظوها أنه أنه عم خيط فساتين عم بيرسم فساتين فبوقتها ما كانت شاغلة كتير مقبولة أنه عم بيرسم فساتين لازم يكون اهتماماتك بغير مطرح فمن هون أنا رجعباني صارت تطور وإرسم أكتر وإرسم لصارت واضحة بالنسبة للكل أنه بدي يكون مصمم أزياء فهو حلم الطفولة بالمرتبة الأولى عندي وبعده لهلأ حلم الطفولة اللي هو بيوجهني وبيخليني دايما نكون مندفع لحتى أقدم الأفضل والأفضل جربت أنه تروح بغير دمان أو بغير طريق بس بس يكون عنا شغف بالشي بلك هو بيسحبنا بيرجع يعني مش بس هو اللي صار صار فيه تغيير جزرة يمكن ما بتعرف يا سارة كنت كتير كنت كتير تلميذ مشتهد بالمدرسة يعني كنت شاطر وعلماتي دايما عالية لما وبنسبة للكل حتى بالمدرسة كنت ظلني دايما نرسم على الكتب والدفاتر بساتين فالكل واضح كنت لقل له أنه نريد أن نكون مصمم أزياء لما نخلصت دراسة السلوية بالمدرسة ترجهت لغير اختصاص رحت درست طب تصوير الشواعي طب تصوير الشواعي اختصاص مختلف غير وعملت لأنه كانت كتير مشتهد بالمدرسة ورحت عملت كمان بفرنسا بتصوير الرنين المغناطيس الـ MRI حتى ورجعت على لبنان واشتغلت بأهم مستشفيات لبنان لمدة سبع سنين بقسم تصوير الرنين المغناطيس في الفترة موضوع تصميم الأزياء ويعني كل هالمجال خلص أنت يعني اعتبرته من الماضي اعتبرته من الماضي كنت عم بحاول أهرب لأنه أنا فتع غير اختصاص ودرست كتير ويرهو اختصاص طبي درست كتير فمن شن هيك بالنسبة لأيلي ما كنت بدي أعترف أنه أنا بحب غير اختصاص فكنت كل شي ما أطلع على كل شي خاصه بالموضة وما حاول أني تابع لحتى أهرب حتى ما أعترف أنه أنا غلطت بس بالوقت مع الوقت اكتشفت أنه أنا مش هده الشي اللي بحبه رعت للحب الأول رجعت للحب الأول ورجعت درست عن جديد تصميم وتنفيذ الأزياء وعملت الترينيج عند عدة مصاميمين الأزياء لرجعت فتحت المشغل الخاص فيه واللي أنا متأكدة منه أنه أنت اليوم أبداً مش ندمان على هيت الخطوة أبداً مش ندمان لأنه كان فيه شجاعة كتير كبيرة لما أخذت الأرار اللي هو كتير ستيبل مثل ما بقوله لا تفوت بفيلد جديد عم بلش من الصفر وفيه أسماء كبيرة وفيه أسماء كبيرة دي حلو أنه نلحق شغفنا وأنه نعمل الشي أنا جداً سعيدة بهالمقابلة معك اليوم شكراً كتير لألي بصميم الأزياء الرائع نجا صعادة شكراً جزيلاً على حضورك معاناك كتير أنا اتبسطت بهالمجموعة والصور اللي شفناها شكراً لألك شكراً لألك نجا شكراً لألك نتمنى لك كل التوفيق